بسألها سؤال آخر الحين إذا مات الميت والمرأة بشر وستموت وكفنت أليست تغطى اليوم المرأة بعبات طبعا من السناء أنه إذا مات الميت تغطى بشيء من ثوبه طيب العبات إذا غطت بها المرأة اسألوا التي تلبس العباية المخصرة هذه هل تقبل أن تكون هذه العباءة تغطى بها إذا ماتت على النعش دعوا الإجابة لها إن كانت تقبل أن تغطى وأن تدخل في محراب المسجد يصلى عليها بالعباء المطرزة والمنقشة والملونة والمخصرة وتذهب بها إلى المقبرة ثم يعاد النعش عليه العباء هذا أمر آخر سمية رضي أسماء رضي الله عنها أول من طلبت وسنت النعش الذي نراه اليوم في الحرم المدني وفي مكة وهو الغطاء الكامل الذي يكون كالغطاء الذي يغطى به الميت قالت إذا ميت فضعوه علي حتى لا يرى أثر جسدي أو ملامح الجسد عائسة رضي الله عنها وأختم يموت نبيكم صلى الله عليه وسلم في المسجد القريب منكم ويدفن في حجرتها تقول والله ما زلت وأخلع ملابسي وألبس وأقول إنما أبي موجود إنما زوجي صلى الله عليه وسلم ثم يدفن أبو بكر الصديق وتخلع وتلبس تقول إنما زوجي وأبي فلما دفن عمر في داخل الحجرة والله ما خلعت ثوبا ولا لبسته لأن عمر ليس محرما لي الله المستعان فاطمة تقول لعلي يا علي إذا ميت فلا تشيعني في نهاء شيعني في الليل فقال لها لما قالت حتى لا يرى الرجال أيضا ملامح جسدي وهي ميتة رضي الله عنها وأرضاها الزهراء الطاهرة العفيفة الشريفة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرسالتي إلى أخواتي أن يعودنا قبل فوات الأوان ولا يلتفتن إلى هؤلاء الناعقين قولوا لهم كفوا فأصواتكم تزعجنا ومطالباتكم تقلقنا ورسالتي من هذا المكان وهذا المنبر إلى خادم الحرمين وإلى ولي عهده وإلى من ولاه الله أمرنا في هذه البلاد أن يتقوا الله وأن لا يتيحوا فرصة إلى هؤلاء الذين يريدون أن يضيعوا البلاد والعباد ولم يفكروا إلا بشهواتهم وأنفسهم فنرجو الله أن يدل خادم الحرمين وأعوانه إلى ما ينفع هذه البلاد وإلى ما يحفظوا حق المرأة وحشمتها وحجابها وأحسب إن شاء الله إن وصل الصوت إليهم أنهم مستمعون وفاعلون أسأل الله أن يحفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين الشريفين فإن بلادنا مستهدفة من الداخل ومن الخارج اللهم اجعل بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح فيها الولاة أمورنا واجعل بلاية المسلمين في كل مكان في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم احقن دماءهم في سوريا اللهم احقن دماءهم في سوريا اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم اللهم فك أسيرهم وأمن روعتهم اللهم أبدل خوفهم أمنى اللهم أبدل خوفهم أمنى أستر على عوراتهم يا رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد يا منتقم انتقم لنا ولهم من بشار وأعوانه اللهم اجعل نهاية بشار كنهاية القذافي يا قوي يا عزيز اللهم أرنا فيه يوم أسودا كيوم ثمود وعاد اللهم اجعل نهايته نهاية قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يا قوي يا عزيز يا ذا العزة والجبروت اللهم عليك به وزمورته وأعوانه وشبيحته اللهم اجعلهم شذر مذر واجعلهم عبرة للبشر اللهم اجعلنا نرى فيهم يوما أسودا يا قوي يا عزيز اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم في مصر يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمة المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي أفريقيا كلها اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين وفي الخليج اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم آمنهم في الأوطان والدور وولي على المسلمين خيارهم وجنبنا وإياهم بلاية أشرارنا وأشرارهم واجعل بلاية المسلمين في من خافك واتقاك اللهم إن هؤلاء الجمع تركوا بيوتهم وأعمالهم رجالاً ونساءاً اللهم إنهم جلسوا في هذا الجامع الكبير المبارك ونحن في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم ما جاءوا إلا لرضاك اللهم لا تخرجهم إلا وقد رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم ارضى عن الحاضرين والحاضرات اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات مريضاً فاشفه ومن كان مهموماً يا حي يا قيوم ففرج همه ومن كان مكروباً نفس كربه اللهم من كان مديناً فاقضي دينه اللهم يا حي يا قيوم بارك في الكبار والصغار اللهم اجعلنا وإياهم ممن قلت قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم إنك ترانا جميعاً وتعلم سرنا ونجواناً كل منا له حاجة اللهم لا تقيمنا من هذا المكان إلا وقد يسرت أمورنا وسترت عيوبنا وحققت آمالنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر على نساء المسلمين اللهم أجب دعوات المسلمين في كل مكان واحفظ الإسلام والمسلمين شكر الله لكم القائمين على هذا الجامع من بناه وأشكر صاحب الفضيلة إمام وخطيب هذا الجامع وصاحب الفضيلة الشيخ عدنان والإخوة البقية على جهودهم وعلى دعوتهم وعلى متابعتهم ألتمسكم عذراً إن أخطأت فمن نفسي والشيطان وإن أصبت فمن الله أستودع الله صحباً كنت أذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عارو الملتقى